موسيقى لهذا يمكن أن أقول الذين يكتبون الأكاتيب على حزب الأصال المعاصرة أن من حقهم أن يموتوا غيظا لأن حزب الأصال المعاصرة قوي منسجم ويسير إلى الأمان ولا يبحث عن خلاف بيني وبين الأخت فاطم زر المنصورين نحن متفاهمان ونشتغلوا كتنائي جيد جدا وبنوع من المناصفة في هذا الحزب في المسؤولية وربما لم يفهموا أن حزب الأصال المعاصرة هو النموذج في مفهوم المناصفة وأن العمل المشترك مع المرأة لا يعني أنه خلقا للمشاكل بل يعني بأن هناك قوة إضافية لحزب فاعلة والأخت فاطم زرات تشتغل معي بكل أريعية لا حضورها ولا رأيها وأنا كذلك والمكتب السياسي فيه قيادين وقيادات وأعتقد أن حزب الأصال هو الحزب الأكبر تمتيلة للنساء على مستوى القيادات لذلك نحن مرتاحين لأن حزب الأصال هو معاصرة بين يدي مسؤولين وشباب ولكن أكثر الضمانات هو أنه بين يدي النساء والمرأة وتقوم بعملها في الحزب بشكل جيد ترجمة نانسي قنقر